مباراة النادي الاهلي وسيمبة في الدور الافريقي طبعا كل الجمهور دلوقت مفكر ان النادي الاهلي وكلر بيغير في التشكيل وان هو بيجرب اللعائبة كلام ده كله تعال يا حبيب قلب لما اقول لك كلر ما بيغيرش في التشكيل كلر بلعب بتشكيل سابق باستثناء اثنين او ثلاثة بيغيرهم كل ماتش فلما تيجي تقول كلر بيغير في التشكيل وعادي مفيش الكلام ده انت رجل بتلعب في النادي الاهلي يعني المفروض البديل اقوى من اللي جوة والاتنين يعني فارق بينهم اقل حاجة او اكتر حاجة عشرة في المية فما تجيش تقول لي بقى كلر بيغير في التشكيل والكلام الفارغ ده كله تعال بقى نشوف كابتال محمود الخطيب معقول يا جماعة انا بسأل نفسي كل ما بتفرج على النادي الاهلي سؤال هل النادي الاهلي ظالم؟ هل النادي الاهلي بيجيب لعيبة بتبقى نفسها تلعب في النادي الاهلي وما بيدلهاش الفرصة؟ هل النادي الاهلي بيوجع قلب الاعيب كان بيتمنى يلعب في النادي الاهلي ويجيبه شهر وشهرين وتلاتة ويمشيه؟ انت احنا لو هنيجي نبص المودست انت بتدي فرصة لمودست وراجل جايبه بعد تشويق وبعد ان انا بقى هجيب فيروض افريقي واجنبي وقعدته على القهوة وشربته شاي ويلاقب ضمنة وعملت له اعلانات والكلام ده وانا جايب بقى مهاجم مهاجم فلما تيجي تبص تلقى مودست اصلا الراجل بننزله في الدقاء سبعة وتمانين تلات دقاية معقول يا جماعة معقول يا جماعة انت المفروض الفرود الاجنابي ده راجل اساسي محمود قهربة مش مهاجم وبنلصم فيه ومحمود قهربة لو في اي فرقة تانية هيطلع حصلته ابن الاهداف ثلاثة اربعة جوان طول الموسم لولا ان هو معاه عالي معلول معاه حسين الشحات معاه برسيتاه معاه الناس بتخدم عليه معاه عمر السلية معاه عندك امام عشور عندك ديانج عندك ترقة كاملة عندك مروان عطية في ايه يا جماعة معقول يا جماعة الكلام ده كله الاهلي بلعب من غير مهاجم الاهلي ما عندهوش مهاجم النادي الاهلي يعني افضل نادي في القرن مش عارف يجيب مهاجم فين اللي اختيارات يا جماعة معقول يا جماعة كابتل محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مش عارف يجيب مهاجم معقول مهاجم كان بيلعب في المنتخب مصر في النادي الاهلي وتاريخ كبير مش عارف يختار مهاجم جاب مودست وصفقة فشلة مش انا اللي بقول فشلة اللعب والامكانيات والمماريات وعدم الراجل في التشكيل الاساسي فشلة صفقة فشلة وجبت شاد حسين وجبت حسان حسن وجبت كذا مهاجم وبرضه بتجيب عليهم ومفيش فايدة جماعة بنجيب المهاجمين ونمشيهم احنا عايزين نعرف العيب فين العيب في المهاجم اللي بيجي ولا العيب في الادارة ولا العيب في المدرب ما هو مين يا جماعة اللي بختار مين لما مودست ده بترشح له وقالك في مهاجم مين اصلا اللي جابه مين اللي حط عينه عليه ومين اللي كان مرشح الصفقة لو هتقارن بتاريخ الاهلي وسيمبة فانت النهاردة بتخسر والماتش اللي فات اتنين اتنين برضه يعتبر خسارة جماعة النادي الاهلي هيروح في طريق تعادلات وفي طريق خسارة ونادي الاهلي لو لعب فرقة قوية بالاسلوب وبالتاكتك وبالطريقة اللي هو ماشي بعدي فالموضوع عيبه صعب عليه جدا 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 وانا مش متفائل في الايام اللي جاية للنادي الاهلي كلر لازم شغله يبان سيبك انت ان الاهلي بيكسب والاهلي بيجيب والاهلي بيروحوا كلام ده كله اوضة كلر لازم شغله يبان كلر لازم يبقاله جمل تاكتكية جوه الملعب فاللعبه اللي احنا جايبينها النادي الاهلي كله المفروض ما تقصرش بواحد وبتنين وبتلاتة لنادي الاهلي يا جماعة سلام عليكم موسيقى